إلى تفاصيل التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في العاصمة البريطانية لندن اليوم رؤساء وعضاء عدد من اللجان في مجلسي العموم واللوردات في البرلمان البريطاني حيث تناول اللقاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتطورات والأوضاع في المنطقات العربية إذ دع جلالته إلى ضرورة متابعة مخرجات مؤتمر لندن للمانحين بالتزام الجهات المانحة في تنفيذ تعهداتها لمساعدة الدول المستضفة للاجئين السوريين وفي مقدمتها الأردن وعرب جلالته عن تقدير الأردن للدعم الذي تقدمه بريطانيا لتمكين المملكة من تنفيذ برامجها التنموية ومساعدتها في تحمل أعباء أزمة اللجوء السورية وفي جانب آخر ركز اللقاء على تعزيز الجهود الدولية لإيقاف إطلاق النار في سوريا ومكافحة الإرهاب ضمن استراتيجية شمولية لما بات يشكله من تهديد على العالم أجمع بتعزيز خطاب الاعتدال حتى لا يستخدمه المتطرفون كوسيلة لتغذية أجنداتهم الإرهابية بدورهم البرلمانيون البريطانيون أعربوا عن تقديرهم لدور المحوري الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك في التعامل مع مختلف الآزمات والتحديات التي تمر بها المنطقة لتحقيق الأمن والاستمرار والاستقرار لشعوبها قام رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بزيارة مفاجئة إلى مركزين لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة تابعين لوزارة التنمية الاجتماعية في جرش وظليل وأحد المراكز الأهلية للتربية الخاصة في عمان وجاءت زيارة رئيس الوزراء إلى هذه المراكز التي رفقه فيها وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجه عزيزي بهدف الاطلاع على واقعها والتأكد من جودة الخدمات والرعاية المقدمة لهذه الفئة ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذه الزيارة غير المعلنة جاءت بهدف الاطلاع عن كثب ودون تجميل على واقع الحال والرعاية التي تقدمه هذه المراكز وأشهد رئيس الوزراء بجهود الكبيرة التي يبدلها العاملون في هذه المراكز مؤكدا أن عملهم يندرج في إطار العمل الإنساني الذي يؤجر عليه الإنسان أكثر من كونه وظيفة وكان رئيس الوزراء أوعز لوزير التنمية الاجتماعية بزيارة عدد من مراكز رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة حيث قام العزاز بإغلاق أحد هذه المراكز وإنذار مركزين آخرين لارتكابهما مخالفات جسيمة تضر بمتلقي خدمتها أسفرت عملية مشتركة بين قوات حرس الحدود الملكية وإدارة مكافحة المخدرات عن ضبط 200 ألف حبة مخدرة مخبأة في منطقة ترابية بالقرب من الشريط الحدودي الشمالي وبحسب بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام فإن معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات حول قيام مجهولين بإغفاء كميات كبيرة من الحبوب في منطقة ترابية بالقرب من الشريط الحدودي الشمالي حيث تم على الفور التواصل والتنصيق مع قيادة قوات حرس الحدود الملكية وتمرير كافة المعلومات إليهم حيث قاموا بدورهم بمتابعتها وتكثيف عمليات المسح والتمشيط للمنطقة المتوقع إخفاء المواد المخدرات بها لضبط تلك المواد هنأ جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني الأردنيين بالذكرى الحدية والستين لتعريب قيادة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وكتب جلالته تغريدة عبر صفحة ديوان الملكي على موقع تويتر في ذكرى تعريب قيادة جيشنا العربي نستذكر القرار الوطني الذي عزز سيادة واستقلال وطننا لتبقى رياته عالية خفق هذا ويحتفل الأردنيون في الأول من أذار في كل عام بهذه الذكرى حين أحفى المغفور له جلالة الملك الحسين الجنرال كلوب باشا من منصبه كرئيس لأركان الجيش إلى جانب ضباط البريطانيين الذين كانوا يتولون مناصب قيادية في القوات المسلحة الأردنية لأنه عربي ولأنه حمل الراية مشعلا يضيء الغياهب التي عاشت فيها أمة العرب دهرا كان جيش الحسين بن علي جيش الشريف الذي أبى إلا أن تكون الأبجدية مرسومة على الجباه بقبس منتاج وسيف وسنابل سمر السواعد بيض الهند قطرت من دمهم لتفتح درب البطولة وتتشكل نواة الجيش العربي الذي تواصلت ملاحمه منذ ثورته الأولى ضد حكم الاتحاد والترقي وصولا إلى مغارك خاضها ببسالة ضد محتل النهش ظهر الأمة لكنه وجد في بواسل القوات المسلحة الأردنية ندا أنها كقواء في اللطرون وعلى أسوار الأقصى القبلة الأولى التي كانت ولا تزال البوصلة التي لا تحيد عنها عيون الجندي والقائد وهكذا ختحان الموعد ويخرج القائد واضعا النقاط على الحروف ويجعل فوق كل جندي وضابط وفرد عربي قائدا عربيا يشاطره الولاء والفداء وحب الأرض والسماء أيها الضباط والجنود البواسل وحييكم أينما كنتم وحيثما وجدتم ضباطا وحرسا وجنودا وبعد فقد رأينا نفعا لجيشنا وخدمة لبلدنا ووطننا أن نجري بعضا من الإجراءات الضرورية في مناصب الجيش فنفذناها متكلين على الله العلي القدير ومتوخين مصلحة أمتنا وإعلاء كلمتها وإنني آمل فيكم كما هو عهدي بكم النظام والطلح في الأول من آذار عام 1956 وبتلك الكلمات المباركة ارتسمت الفرحة الغامرة على جباه أبناء الأسرة الأردنية الكبيرة كلها بقرار المغفور له بإذن الله الحسين بن طلال الشجاع الذي تحدى به السيطرة الأجنبية وأنهى خدمات الفريق جلوب باشا من رئاسة أركان الجيش العربي وأسند المنصب إلى ضباط أردنيين نشأوا وتربوا فوق هذا الثرى الطيب وسطر الحسين في صفحات التاريخ خطوة مباركة وجريئة وقرار مجلجل في الداخل والخارج وليكون بذلك نهاية المغاناة وولادة المستقبل ومنذ ذلك التاريخ وقواتنا المسلحة الأردنية تحظى بالاهتمام الأكبر من القيادة الهاشمية من حيث التسليح والتدريب والتأهيل حيث شهدت القوات المسلحة الأردنية التطور الكبير في صنوف الأسلحة المختلفة ولتستمر المسيرة بتولي جلالة الملك عبد الله الثاني مقاليد الحكم فلقي الجيش العربي جل اهتمامه ورغايته ولتكون القوات المسلحة جيشا ديناميكيا متطورا عصريا قادرا على استيعاب كل جديد في مجال العلوم العسكرية وفنون القتال والتدريب وأغلى مستويات التأهيل للوصول إلى مغاني الاحتراف والتميز في كل ما يؤديه أصدرت محكمة أمن دول الحكم على ثلاثة أشخاص اثنان منهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما والحكم على المتهم الثالث بالأشغال الشاقة ثمانية سنوات بعدما ثبت للمحكمة أن المتهمين الثلاثة من مؤيدي عصابة داعش الإرهابية وبحسب لائحة الاتهام اتفق الإرهابيان الأول والثاني على استهداف مبنى الشرطة السياحية في الجبيهة وإطلاق النار على مرتديه بواسطة أسلحة قناصة بتمويل من عصابة داعش الإرهابية بالإضافة إلى استهداف مبنى دائرة المخابرات العامة بصواريخ يقومون بتصنيعها حيث أقدم الإرهابيان على معينة مواقع خاصة بالدائرة ورصدوا وراقبوا المداخل والحراسات لرسم خطة الهجوم إلا أن الأجهزة الأمنية كانت لهم بالمرصاد وتم إلقاء القبض عليهم ثمانية تشريعات أقرها مجلس النواب الثامن عشر في أول مائة يوم من عمره بحسب تقرير الصادر عن برنامج راصد لمراقبة المجالس المنتخبة والذي أظهر تراجعا ملحوظا لأداء مجلس النواب الثامن عشر منذ افتتاح الدورة العادية الأولى له مقارنة بالمجلس السابق في ذات الفترة مائة يوم من عمر مجلس النواب الثامن عشر ظهرت أرقام ونسب ومقارنات تشير إلى تراجع أدائه مقارنة بالفترة ذاتها لمجلس النواب السابق وذلك بحسب التقرير الخاص الذي أطلقه برنامج راصد لمراقبة المجالس المنتخبة والذي قيم فيه أداء مجلس النواب في أول مائة يوم بعد افتتاح أول دورة عادية له ثمانية تشريعات فقط هي التي أقرها مجلس النواب خلال فترة مائة يوم من عمره منها إقرار ست مشاريع قوانين وقانون معدل لقانون وقانون مؤقت معادل من الأعيان إذ يعتبر هذا الإنجاز التشريعي متواضعاً مقارنة بالفترة الخاصة بالتقرير الصادر عن راصد وحول انضمام النواب إلى لجان المجالس الدائمة بيّن التقرير أن ثمانية وتسعين نائباً انضموا إلى عضوية لجنتين دائمتين وتسعة عشر آخرين انضموا إلى لجنة دائمة واحدة فيما لم يم أحد عشر نائباً إلى عضوية أي لجنة دائمة بالرجوع إلى النظام الداخلي لمجلس النواب نجد أن أحد النواب انضم لعضوية ثلاث لجان دائمة وهو ما يعد مخالفاً لنص الفقرة جيم من المادة الحادية والستين بحسب النظام الداخلي للمجلس عدد النواب الذين توجهوا بأسئلة للحكومة خلال مئة يوم من عمر المجلس لاقت نسبتها تراجعاً مقارنة بالفترة ذاتها من عمر مجلس النواب السابع عشر حيث أظهر التقرير أن ستين نائباً فقط توجهوا بأسئلة إلى الحكومة ما شكلت نسبتهم ستة وأربعون بالمئة من عدد أعضاء المجلس فيما وصل عدد نواب المجلس السابق الذين تقدموا بأسئلة إلى الحكومة أربعة وثمانين نائباً بنسبة ستة وخمسين بالمئة من عدد أعضاء ذلك المجلس وفي ذات السياق فإن عدد الأسئلة التي تقدم بها النواب إلى الحكومة بلغت أربعمائة وأربع وخمسين سؤالاً تمت الإجابة عما نسبته 65.4% منها فيما كان عدد الأسئلة التي وجهت للحكومة من قبل نواب المجلس السابع عشر في أول مئة يوم من عمره 586 سؤالاً وتم الإجابة حينها عن 427 سؤالاً ما يشير إلى انحفاظ بلغت نسبته 22% في عدد الأسئلة لكل المجلسين في ذات الفترة المداخلات النيابية كانت حاضرة في هذا التقرير حيث بيّنت النتائج أن مجموعة المداخلات التي أوردها نواب المجلس الثامن عشر خلال أول مئة يوم وصلت إلى 641 مداخلة تقدم بها 109 نواب وبمقارنة هذه النتائج بنتائج التقرير الخاص بالمجلس السابع عشر يتبين أن عدد المداخلات لإعضاء ذلك المجلس وصلت في ذات الفترة إلى 2100 مداخلة ما يشير إلى تراجع واضح وكبير في نسبها تراجع في الأداء النيابي بحسب النسب والمقارنات بين مجلسي النواب الأخيرين بحسب تقرير مراقبة أداء المجالس النيابية لراصد في أول مئة يوم من عمر المجلس الحالي ما يطرح تساؤلاً في الشارع السياسي حول أسباب هذا التراجع في ظل وجود العديد من المواضيع عالقة ومحطاً للأنظار تأثرت المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي تركزت في محافظات الجنوب حيث شهدت تساقط للأمطار والبرد الفعالية الجوية في الجنوب وتأثيراتها في هذا التقرير من مرتفعات الشراح وتخديداً من قران عماد اتسعت رقعة المناطق المتأثرة بحالة عدم الاستقرار الجوي حيث ضراء انخفاض ملموس على درجات الحرارة في مختلف مناطق المملكة المنخفض الجوي دخل إلى أجواء المملكة وتحديداً في محافظات الجنوب والتي شهدت تساقطاً متفاوتاً للأمطار في محافظة الطفيلة شهدت أرجاء واسعة منها أمطاراً رعدية غزيرة تسببت في تشكل مستنقعات من المياه على بعض الطرق وجريان بعض الأودية بسيول المياه وفي الكرك وتحديداً في لواء المزار الجنوبي شهدت مناطق اللواء تساقطاً غزيراً للأمطار وسط دعوات بالابتعاد عن المناطق تشهد تشكناً للسيول والبرك في حين دعت المتصرفية السكان إلى توخي الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي الحالي الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم موليد الجلاد أعلن تعليق الدوام للطلب والمعلمين في مديريات التربية والتعليم لقصبة محافظة معان والبادية الجنوبية كما أعلنت مديرية تربية العقبة عن تعليق الدوام في المحافظة لدات الأسباب رئيس سلطة منطقة العقبة الخاص ناصر شريدي أكد أن الأجهزة الأمنية تسيطر على السيول التي تشهدها المحافظة مؤكداً على أنه لم تسجل أي أضرار بشرية أو مادية في محافظة العقبة وأن كوادر وآليات سلطة العقبة على جاهزية عالية للتعامل مع الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة تحت شعار يداً بيد مع الحماية المدنية ضد الكوارث احتفلت المدرية العامة للدفاع المدنية باليوم العالمي للحماية المدنية نتابع هذا التقرير لقد كرم الله جلت قدسان بأن جعله خير مخلوقاته رعى معالي وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني غالب الزعبي الاحتفال الذي أقامته المدرية العامة للدفاع المدني اليوم وبحضور مديرها العام الفريق الركن طلال الكوفحي بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني والحماية المدنية والذي يصادف الأول من أذار من كل عام حيث جاء شعار هذا العام تحت عنوان يداً بيد مع الحماية المدنية ضد الكوارث لقد جاء شعار اليوم العالمي للدفاع المدني والحماية المدنية لهذا العام تحت عنوان يداً بيد مع الحماية المدنية ضد الكوارث ليؤكدوا على ضرورة تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية وللتذكير بأهمية إدامة التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات لتوفير أقصى درجات الاستعداد للتعامل مع الكوارث وتخلل الاحتفال عرض لفيلم وثائقي تحدث عن الإنجازات التي حققها جهاز الدفاع المدني الأردني بدعم مباشر من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه كما تم خلال ورشة العمل التي عقدت على هامش الاحتفال مناقشة العديد من الموضوعات التي قدمها خبراء مختصون في مجال الكوارث وإدارة الأزمات بهدف الارتقاء بواقع الخدمات المقدمة من قبل ذات الدفاع المدني والحماية المدنية والجهات ذات العلاقة لا سيما في التعامل مع أثار الكوارث وتقديرا للجهود المتميزة التي كان لها دور فاعل في أداء رسالة الدفاع المدني عبر مراحله المختلفة كرم راعي الحفل عددا من شركاء العمل الاستراتيجيين وعددا من مرتبات الدفاع المدني الذين تميزوا بأداء واجباتهم خلال مسيرتهم العملية استعدادا لاستضافة الدورة الثامنات والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في منطقة البحر الميت خلال الشهر الحالي تواصل الجهات المعنية عملها هناك أبرز التحضيرات والاستعدادات فيها الإغلاقات في هذا التقرير تواصل الجهات المختصة تكريس جهود المؤسسات الخدمية في المنطقة لتنفيذ أعمال بيئية وتجميلية وتأهيل وصيانة طريق البحر الميت في إطار تحضيرات المملكة الأردنية لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين للقمة العربية والتي ستعقد نهاية آذار الجاري إزالة كافة أشكال الاعتداءات المخالفة على الطريق والشواطئ كما تستمر أعمال التنظيف العامة وإنارة الطرق وتجميل المنظر العام والصيانة ونظافة الحدائق العامة معالجة المكاره البيئية ومكافحة ناكلات الأمراض وتنفيذ أعمال زراعة وتجميل وتأهيل وصيانة الجزر الوسطية ومعالجة كل ما من شأنه تشويه المنظر الحضاري والجمالي للمنطقة وخلال فترة عقاد القمة ستنفذ الجهات المعنية غلقا أمنيا لجميع مداخل ومخارج البحر الميت التي تعقد فيها أعمال القمة واجتماعاتها التحضيرية وسيبدأ الإغلاق من مفترك المغطس حتى آخر منتجع سياحي بالاتجاهين حيث سيبدأ من الساعة الثانية من ظهر يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من آذار وينتهي في الساعة الثانية عشر من ليلة يوم الخميس الموافق الثلاثين آذار الحالي أسامة العدوان رؤية نشرت نقابة المهندسين الأردنيين على موقعها الإلكتروني مشروع تعديل نظام صندوق التقاعد لعضاء النقابة لعام 2017 الذي طرحه مجلس النقابة على عضاء الهيئة العامة للصندوق ويسعى المجلس من خلال التعديلات المقترحة إلى إطالة عمر صندوق التقاعد وديمومته وإحداث التوازن المطلوب بين الرسوم المدفوعة والرواتب التقاعدية التي يتقاضاها المهندسون ودعت النقابة منتسي بيها إلى حضور اجتماع استثنائي يعقد في السادس من شهر أذار الجاري لمناقشة التعديلات التي طرحها مجلس النقابة على نظام صندوق تقاعد المهندسين أنشئ صندوق التقاعد عام 1973 ومنذ ذلك التاريخ الصندوق حافظ على قوته وقدرة على الإفاة باللزاماته للزملاء المستفدين والمستفادات من هذا الصندوق في عام 2016 بلغ حجم الرواتب التقاعدية التي سددها الصندوق للزملاء حوالي 26 مليون دينار وأصبح المبلغ الإجمالي للرواتب المدفوعة من تاريخ تأسيس الصندوق حوالي 186 مليون دينار على صعيد الاستثمار حقق الصندوق أرباح استثمارية بلغت قيمتها 10 مليون دينار تقريبا كما قام بتوميل الزملاء المهندسين في برامج التمويلات المختلفة الموجودة بالصندوق بحوالي 20 مليون دينار وقام بشراء عقارات وأراضي بمبلغ قيمته 7.5 مليون دينار تحوي هذه التعديلات على مقترحات جديدة يقدمها الجسل النقابة الأشي الرئيسي في هذه التعديلات هو موضوع الأقصاط التقاعدية الذي يدور التعديل الرئيسي في موضوع نظام صندوق التقاعد لتعديله من خلال موافقة الهيئة العامة الاستثنائية ومرورا أيضا بباقي المراحل الدستورية الموجودة حسب نظام وقانون نقابة المهندسين الأردنيين دائما يعني المجلس يسعى إلى إجراء تعديلات تعطي هذا الصندوق قوة ومتانة وأيضا حتى يفي بالتزاماته بدفع الرواتب التقاعدية للمهندسين التعهد بالعمل مع الدول الإسلامية الحليفة لتخلص من خطر الإرهاب في العالم ودعم الاقتصاد الأمريكي بقيمة تريليون دولار هي أبرز المحاور التي تقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحديث عنها في أول خطاب رسمي له أمام الكونغرس وعود وخطط لإدارة الأزمات وتوضيح لوجهات النظر قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإفصاح عنها في أول خطاب له أمام الكونغرس بهدف البدء بإعادة إعمار البلاد من جديد وتوطيد علاقاتها مع كافة دول العالم العمل مع الدول الإسلامية الحليفة للولايات المتحدة من أجل القضاء على عصابة داعش الإرهابية كان إعلاناً خرج به ترامب في خطابه فصل جديد من العظمة الأمريكية سيبدأ شعور جديد بالفخر الوطني يسود الولايات المتحدة كانت تلك محاور تطرق ترامب إليها أمام الكونغرس حيث قال إنه سيطالب بالموافقة على قانون سيطلق استثمارات بقيمة تريليون دولار في تحتية للولايات المتحدة بتمويل من رؤوس أموال القطاعين العام والخاص الأمر الذي سيزيد من فرص العمل للأمريكيين المتعطلين في البلاد والذين وصل عددهم إلى عشرات الملايين نظام هجرة سيقوم على الجدارة كان محور حديث مهم حيث أشار ترامب إلى ضرورة التخلي عن النظام الحالي القائم على هجرة لا تتمتع بكفاءات عالية والاعتماد في المقابل على نظام مبني على أساس الجدارة الذي من شأنه توفير مبالغ كبيرة وزيادة الأجور ومساعدة الأسر التي تعاني من صعوبات اقتصادية إلغاء واستبدال قانون أوباما كير كانت دعوة من الرئيس الأمريكي الجديد لإيجاد إصلاحات تزيد الخيارات وتؤمن الحصول بشكل أفضل على الخدمات الصحية بكلفة أقل محور آخر دعا إليه ترامب يتمثل بدعم الحلف الأطلسي معللا ذلك بأنه تحالف نشأ بعد حربين عالميتين أطاحتاب الفاشية وبعد الحرب الباردة انتصر على الشيوعية حلول لعدد من المشكلات ووعود بتوطيد العلاقات الأمريكية مع مختلف دول العالم ومحاربة التطرف واشتثاث الإرهاب من جذوره كانت هي المحاور التي تحدث بها ترامب في خطابه الأول أمام الكونغرس إلا أن الشارع الأمريكي يبقى على أمل أن لا يخرج البيت الأبيض بأي قرار من شأنه إثارة بركان غضبه من جديد في جولتنا الإخبارية حول العالم مزيد من الأخبار منها مقتل 13 جنديا من الجيش السوري في معارك شرق دمشق وتدفق متواصل المهاجرين من جنوب السودان قتل 13 عنصرا على الأقل من قوات الجيش السوري خلال الاشتباكات العنيفة ضد الفصائل المقاتلة على أطراف دمشق الشرقية في محيط حي برزة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ما أدى إلى تعرض بساتين حي برزة وحياء القابون وتشرين لقصف صاروخي كثيف من قوات النظام تزامنا مع معارك عنيفة في منطقة البساتين وعلى أطراف الحيين الآخرين أعلن وزير الهجرة والمهجرين العراقي جاسم محمد الجاف فرار 26 ألف نازح من الجانب الغربي لمدينة الموصل منذ انطلاق العمليات العسكرية لاستعادة المدينة من قبضة عصابة داعش الإرهابية وفي بيان نقله المكتب الإعلامي لوزارة الهجرة والمهجرين أوضح أن فرق الوزارة الميدانية استقبلت 26 ألف نازح من الساحل الأيمين لمدينة الموصل خلال الأيام العشرة الماضية نزح مئات اليمنيين الشمال البلاد بعدما أجبرتهم معارك ساحل البحر الأحمر بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية تاركين وراءهم حياة سابقة تغيرت إلى الأسوأ بين ليلة وضحاها على حد وصفهم وكثرت حالات الهروب وسوء التغذية وانعدام مقومات الحياة الأساسية بعد الغارات الجوية المكثفة استهدف هجومان مقرا للشرطة وآخرا للاستخبارات في العاصمة الأفغانية كابل حسب ما أفادت وزارة الداخلية وأشارت حصيلة أولية لمصادر أمنية إلى سقوط قتيل وهو أحد المهاجمين وخمسة وثلاثين جريحا حيث وقع الهجوم الأول وهو الأعنف بانفجار مركبة مفخخة عند مدخل مركز الشرطة والهجوم الثاني وقع بعد خمس دقائق من الأول ونفذه انتحارية وفق ما أوضح الناطق باسم الوزارة تدفق مئات السودانيين من جنوب البلاد بعد الحروب الأهلية والجوع في الوقت الذي تجد فرق الإغاثة السودانية نفسها عاجزة عن تقديم خدمات الحد الأدنى إلى هؤلاء المنكوبين وسط نقص كبير في الأدوية والمال إضافة إلى سوء التغذية وانتشار المالاريا وجنوب السودان دخل حربا أهلية عام 2013 أودت بحياة عشرات الآلاف من المواطنين ومن جولتنا الإخبارية حول العالم إلى أبرز الأنشطة والفعالية المحلية قال رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري إن انعقاد القمة العربية المقبلة في الأردن مناسبة ممتازة لقيادة الدبلوماسية العربية وتقديم مبادرات حول القضية الفلسطينية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني رئيس القمة المصري وخلال المحاضرة التي ألقاها بعنوان قراءات في السياسات الراهنة حول القضية الفلسطينية أكد أن تحصين وتمتين الجبهة الداخلية للأردن هو خطوة أساسية للوقوف بقوة في مواجهة الاحتلال هناك جهد مكثف يهدف إلى تسوية القضية الفلسطينية ولأن هذا الأمر يصيب مباشرة حقوق الشعب الفلسطيني يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ولأن هذا الأمر يصيب مباشرة حقوق الشعب الفلسطيني في وطنه لأن الأمن الوطني الأردني سوف يتأثر بشكل مباشر بالتفاهمات الأمريكية الإسرائيلية نظمت هيئة شباب كلنا الأردن وبالشراكة مع مجموعة رسالة السلام للتنمية المجتمعية جلسة حوارية بعنوان التنمية المحلية في ظل اللامركزية وذلك بهدف تعزيز المفاهيم والفوائد المتنوعة من تطبيق قانون اللامركزية في دعم مرتكزات التنمية الشاملة يهدف هذا اللقاء إلى عقد بصل وحوارات مشتركة ما بين الشباب وبيوت الخبرة من صناع القرار الأردنيين حول اللامركزية وأهمية اللامركزية لأول مرة يقرر في الأردن لغاية إشراك أكبر فئة من ناس حول المفاهيم التي يهدف إلى هذا القانون أطلقت مؤسسة فريدريش إيبرت بالتعاون مع مركز دراسات البيئة المبنية على دراسة تحت عنوان مستقبل النقل العام في الأردن تناولت التحديات والإنجازات من وجهة أولينا والمشغلين ننظر للمشغلين في ألاف من المشغلين في الأردن سواء أفراد أو شركات هم اللي بقدموا الخدمة ومننظر للمشرع مجلس الأعيان ومجلس النواب اللي هم بسن القوانين المرتبطة بالنقل العام ومننظر للمنظمين اللي بتضمن مؤسسات حكومية مختلفة مثل هيئة تنظيم النقل البري أمانة العاصمة ووزارة النقل وسلطة إقليم العقبة وبالإضافة لإدارة السير اللي هم إجمالا بنظموا وبشرفوا على عمليات النقل العام في الأردن أهمية إيجاد منظومة نقل العام فاعلة توفر خدمات نقل نوعية وآمنة تضمن كرامة المواطن وتحافظ على سلامة الأورواح والممتلكات والبيئة وقعت وزارة الأشغال العامة والإسكان وبعثة الصندوق السعودي للتنمية عقود الإشراف على عطاءات إعادة تأهيل الطريق الصحراوي ومشروع المستشفى الأميرة بسماء ومشروع الألياف الضوئية الوطنية بقيمة 290 مليون دولار ومن المرجح أن يبدأ تنفيذ هذه المشاريع منتصف الشهر الحالي خطوة جيدة للتنفات السعودية الأردنية وهذه المشاريع ستفتح عفاق عمل للأردن بالمستقبل وعفاق لدور الجوار كوزير الأشغال العامة والإسكان هذه الاتفاقيات تعطينا فرص لتعاون نقل المعرفة بين المستشار السعودي والمستشار الأردني وقيم في نادي الأرثوذكسي بالعاصمة عمان حفل إشهار كتاب المسيحيون في المشرق العربي نحو دولة المواطنة للكاتب نائل جرجس بحضور العديد من الشخصيات الرسمية الدينية والأكاديمية والكتاب والمفكرين من بعض الدول العربية تؤكد هذه النسخة عن موضوع الأقليات المسيحية في المشرق العربي وهدفت بشكل أساسي أن أنبز الحماية السياسية التي تسعى الكثير من الأطراف والقوى الدولية لإعمالها أو استخدام ورقة المسيحيين أجل تحقيق مقارب سياسية وبالتالي طالبت بحماية قانونية أو حماية دولية منبثقة من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ومن معاهدات أقليمية مطبقة في الشرق الأوسط والعالم العربي بشكل عام في متابعة النشر سبعون جدارا حول العالم على الحدود بين البلدان لغيات عديدة منها الحماية والأمن والحد من دخول اللاجئين وغيرها هذا ما كشفت عنه دراسة أجرتها جامعة كندية نتابع هذا التقرير سبعون جدارا في العالم لحماية حدود البلدان هذا ما كشفت عنه دراسة في جامعة كيبك في كندا هذا الرقم كبير إنقورنا باثني عشر جدارا عام الف وتسعمائة وتسعة وثمانين عند سقوط جدار برلين بعضها وضع للحد من دخول اللاجئين كالعديد من دول أوروبا وأخرى في مناطق نزاع مثل قبرص اليونانية والتركية هذه الحدود البرية تأخذ أشكالا كثيرة منها الجدران الإسمنتية والأسلاك الشائكة أو السواتر الترابية ومنها ما هو جغرافي كوجود سلسلة جبال أو أنهار أو أودية بين الدول مثل النهرين الذين يفصلان كلا من البرازيل والأرجنتين والبراغواي جداران يشغلان العالم حاليا الأول جدار الفصل العنصري الذي بدأ الاحتلال الإسرائيلي بإقامته عام الفين واثنين ولا يزال قائما حتى يومنا هذا أما الثاني فذلك الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نية بنائه على الحدود بين بلاده والمكسيك والآن نترككم مع هذه الهد واللقطات وبلا تعليق ترجمة نانسي قنقر